اسمحوا لي أنعى زميل عزيز علينا كلنا هنا في السي بي سي صديق يمكن مش بس لها لمعظم المزيعين ومعظم العاملين في سي بي سي ومحطات كتيرة لأن مشواره طويل ومشواره حافل بعطاء وبإخلاص وبحبه وبطيبة وبوش بشوش ومصري من أسوان بنحبه بنحب كلامه وبنحب إتقانه في عمله عم محصن عم محصن عايزة أتكلم عليه شوية صغيرين اسمحوا لي قبل ما أبدأ اتعلمنا منه كتير الحقيقة هو في مبنى اتحاد الإزاع والتلفزيون أيضا في مسبيره اشتغل في برامج مهمة اشتغل كمان معينا هنا في سي بي سي كان معينا في كل موقف بنمر بوجوده وبحضوره يقدم لنا القهوة يقدم لنا الحاجة السخنة لو عينين حافظ كل شخص عايزي حتى الفنانين هو كان يحب مونير والزعيم جدا ولما يشوفهم في أي لقاء لازم ياخد معهم صورة ويتكلم عنهم دايما وعارف كل شخص فينا في كيان كبير زي ده ايه اللي مطلوب علشان يكون بيقدي شغله كويس يحب يشرب ايه يحب على الهوى ياخد ايه على فكرة دي مهمة مش سهلة وبالمناسبة وقت بداية أزمة كورونا كان عم محصن ملتزم جدا قبل ما تبدأ أحاديث عن أهمية الكمامة وأهمية الجوانتي والحرص على التباعد الاجتماعي كان هو ملتزم وكان بيدينا رسالة أننا لازم نكون قد التحدي اللي احنا فيه عم محصن الكلام عنه كتير هو شغلة من البهجة وشغلة من السعادة ومن النشاط ومن الوجود برغم أي ظرف الكاميرا دي وراها جنود كتيرة جدا عم محصن واحد من نجوم المجال الإعلامي لكن وجهه مشهور لنا احنا على مر سنوات طويلة جدا لم يخفق في عمله مهما كان الوضع عم محصن فقدناه النهاردة قايف ثلاث أيام مثلا وفي صمت شديد معرفناش كلنا يمكن غير مبارح من أسرته وحاولنا أن احنا نقدم المساعدة والتعاون لكن طبعا ده عمره الله يرحمه وبحي كل شخص بيقدم مهمته النهاردة في الموقف اللي العالم كله بيمر بيه واللي مصر بتمر بيه والتزامه تجاه ما يطلب منه الحقيقة ده اللي كان بيقدمه زملنا في البفية عم محصن صدقنا العزيز علينا الفرح مونور عليه هبدأ مع حضراتكم سرح ن